اشتركوا في القناة مبارات السنغال وكلنا عارفين مبارات السنغال زي ما قلت لكم هو هفتايمين هفتايم في القاهرة وهفتايم في السنغال لما قال ان اللعيب التصريح بتاعه قال ان اللعيب دون المستوى بعد رجحهم من الامة الافريقية او الدوري بصفة عامة بعد عودته بعد الامة الافريقية الدوري يعني ما شافش فيه حاجة كويسة وقال لك ان المستوى اللعبين معظمهم كلهم حتى بما فيهم اللعبين سواء من النادي الاهلي او الزمالك او الاندية اللي بتلعب في افريقيا واللي على المحل هنا فقال ان المستوى الفني مش هو ده المستوى الفني فبعض الناس طلعت وقيت لك الله طب ما كان يعمل مبارات ودية هيعمل مبارات ودية امتى اذا كان اللعيب المحترفين عندك هيجولك قبل مبارات السنغال مفيش اربع اخمس ايام وبعد كده عندك النادي الاهلي والزمالك والمصري والبرامدس بيلعبوا في افريقيا هيلم اللعيبة منين هيجيب منين هيعمل باللعيبة اللي موجودة هنا فاني عايز بس الناس تبقى هادية شوية وزي ما قلتلوك قبل كده مش عايزين نخش في كل حاجة ونتكلم ونفضل نقول اراءنا وعزوا تماشى اراءك على المجتمع المصري ما ينفعش معظم ببرامج الرئيضية اللي بتطلع وبتعوك عاك مالوش اول من اخر وكله مع بعض بيطلع وكله بيتكلم وكله بقى خبرة وبقى مدربين ومدير فني وده كده وكل شيء يا جماعة انا قلتلكم الفترة جدي فترة حساسة جدا عشان كده ما نتكلمش نسيب الراجل الناس ولكم هو بتكلم كده بيسبق قبل مبارات السنغال يا سلام طب هو لما طلع محمد عبد المنعم وبالفتوح وكل اللعيبة اللي كانت موجودة في لهم فرقية انت قلت تعرف عنهم حاجة حاجة كان يعرف عنهم حاجة الراجل اللي عين بيبص معاه ومعاه جهاز بيشتغل به وبعدين انا سمعت برنامج يقول لك ايه هو الحضري ولا المدير ريفاني كروش اللي بيجيب او بيضم الحراس المرمى يا سيد انت مالك انت مالك بتتكلم في ايه اتكلم انك اشحن الناس عشان المبارات تحت سنغال اتكلموا البرامج اللي كلها لازم اورى منتخبنا وكلنا بيشوف المصر كلها وخاصة بعد ما اتكلم محمد صلاح ودي بيش عيب محمد صلاح لما اتكلم وقالك الانتماءات كانت للأهل والزمالك انا اخاف انها الفترة فات ترجع لان انا شميت كده حاجة كده بيش حلوة فاتمنى ان كل جماهير مصر لها تبقى ورى منتخبنا قبل مبارات السنغال وانهي المناخ الكويس والجو الكويس اللي هو يخلي منتخب نازل عنده ثقة مليون المية فالرجل لما قال كده الراجل بيوضح عشان لما ييجي يضم الناس ولكش انت اخدته فلان ومعملتش فلان وبصراحة كل الاقتراض بتاعته كان كلها سليمة مية المية حاليا نقولي اللي هو اللي علينا ربنا يهدي الناس كده ويهدي البرامج اللي بتطلع بتتكلم عن مال على بطال واللي بتقلف اي تأليف واللي بيحطو لك تشكيل من عنده ده الناس بتتكلم دلوقتي على التشكيل تشكيل ايه اللي انت تتكلموا عليه؟ ايش عرفك اللعيب ده ربنا يكفيهم شر الاصابة اذا كان يبقى موجود ولا مصاب ولا عيان في ايه؟ انتوا ليه بتفرضوا رأيكم على الرأي العام المصري ما ازنش اتمنى يعني ان كله يهدى شوية وان كرويش راجل جيه وبيحضر المباريات كله وبيشوف واحنا الراجل عارفين انه هو بيطلع لعيب على مستوى عالي جدا من اللعيبة الموجودة فنتمنى له التوفيق ان شاء الله